حملت مسودة بيان قمة إسطنبول الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن كافة تداعيات الناتجة عن قرار رئيس ترامب معتبرة أن القرار الأمريكي ضد القدس بمثابة إعلان انسحاب الإدارة الأمريكية من ممارسة دورها كواسط في رعاية السلام وتحقيقه بين الأطراف المختلفة يمتظر الشارع العربي والإسلامي ترجمة خطابات القادة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على أرض الواقع عبر قرارات حاسمة وماقفة جادة تدفع الولايات المتحدة عن التراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وتتطلع الغالبية من هذه الشعوب ألا تقتصر القمة على الشجب والإدانة والاستنكار وأن يكون هناك حلول فعلية وعملية بشأن هذا القرار وذلك من خلال اتخاذ مواقف واضحة برفض القرار الأمريكي المهين ونبد كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل وإدانته وتجريمه ونبد الخلافات الطائفية التي شتتت الأمة العربية والإسلامية وجددت مسودة مشروع البيان على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف للأمة الإسلامية مجددة أيضا الدعم المبدئي لحق الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيه حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام سبع وستين وعاصمتها القدس الشريف كما أوضحت مسودة مشروع البيان الصادر عن القمة العزم على مواجهة أي خطوات من شأنها المساس بالوضع القائم التاريخي أو القانوني أو الديني لمدينة القدس الشريف وأدانت بشدة الإعلان غير القانوني وغير المسؤول لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ويرى المحللون أن المسود يجب أن تتضمن حلولا فعلية وعملية بشأن هذا القرار ونبذي كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وإدانته وتجريمه وأن لا تبقى حبرا على ورق